اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي لمن يستعرضه فإن كتاب الله تبارك وتعالى يشتمل ويضم بين دفتيه آيات كثيرات يمكن أن ينظمن في سلك لتعنون جميعا بعنوان نقد الدين للتدين وإن أضفتم التدين العليل أو التدين المعلول أو المغشوش على طريقة شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان أفضل وهو باب لا يعبأ به كثير من الناس ولا يلتفت إليه أكثر العوام ويداوره ويخاتله لا أقول أكثر لكن بعض العلماء والدعاء قرآن الكريم لا يكتفي فقط بالحديث عن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الجحد والكفران بل يضم إليهم نفرا هم أوسعوا دائرة منهم حيث تكون العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق أنهم الذين وصمهم القرآن بأن في قلوبهم مرض بأن في قلوبهم مرضا وهي دائرة أوسع من دائرة المنافقين وهذا مهم جدا لأنه في المخيال الإسلامي يعادل بين المنافق وبين الذي في قلبه مرض وهذا خطأ واضح لأن القرآن أحيانا يعطف هؤلاء على هؤلاء والعطف للتغاير هما فريقان لكن العلاقة يعني كما قلت عموم وخصوص مطلق بالحري كل منافق في قلبه مرض لكن ليس كل من في قلبه مرض منافقا هذا مهم هذا يحتاج إلى خطب ربما بحيالها لنعيد النظر في تفسير هذه الآيات المهمة ثم إنه من وراء ذلك أو من بعد ذلك يحدثنا عن أهل الرياء عن الذين يراؤون بصالح أعمالهم هذا أيضا سمة ووصمة تصم التدين المغشوش التدين العليل كما أنه يحدثنا عن أصحاب الدعاوة الطويلة العريضة الذين يتهددون أيها الإخوة بفعل الصالحات وفي رأسها الجهاد مثلا في سبيل الله فإذا ما أدخلوا أتون أو فرن الامتحان رصبوا لأول وهلة مباشرة القرآن يحذرنا من هؤلاء أيضا ويذكر نبذا مما يتعلق بشأنهم أو بشؤونهم وما جرياتهم فلم ترأي الذين قيع لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى آخر الآية الكريمة إذن هذا ضرب أيضا من التدين المغشوش أو التدين المعلول هناك التدين أو التهدد بالتدين الانتقامي التدين الثأري أريد أن أتدين وأن أتبع النبي وأن أبخع له بغرض وبهدف أن أتخذه الدين والنبي أيضا وسيلة لأثأر من أعدائي فإن لم يتيسر ذلك فلا حاجة لي بالإيمان تدين مغشوش تدين مغشوش تدين الذين يفككون بين الإيمان والعمل المعضل الرئيس بين البروتستانت والكاثوليك بماذا ينجو الإنسان؟ بالنعمة أم بالنعمة والعمل؟ معروف هذا الذي شق المسيحية إلى بروتستانت معارضين ثائرين وإلى كاثوليك لا القرآن واضح جدا لا يكاد يذكر الإيمان إلا فيما ندر في موضع أو مورد إلا عطف عليه عمل الصالحات فالقرآن نهجه ومهيعه واضح متسع لاحب واضح متسع لاحب الذين يفككون بين الإيمان والعمل اكتفاء بزعمهم بالإيمان الذي يوشك أن يكون إيمان لسان أيضا يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم ويوشكون به أن يلتحقوا بمعسكر المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى إنما يكتفون بأقوال لا تحققها ولا تسندها ولا تبرهنها أعمال وكما تعلمون كلمة المقت والتي تعني أشد الكره والبغض لم ترد في الكتاب العزيز إلا في مواضع أربعة منها موضع معروف للكافة العامة يعرفون هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون لما لا تبرهنون عقوالكم بأفعالكم دعاواكم بأعمالكم كبر مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه والعياذ بالله هؤلاء من أوائل من تسعر بهم نار جهنم يوم القيام على كل حال لا نريد أن نستقصي الموارد التي أشارت إلى الإيمان المغشوش أو التدين العليل هناك أيضا تدين من يعبد الله تجريبا واختبارا داخل في ممتاجرة مع الله صفقات يعمل ديلز مع الله هو ولذلك يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قال تعالى خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة كيف خسر الدنيا طيب؟ وهو يتاجر بأقدس المقدسات خسر كل ثمرات الإيمان هذه الآية تشير من طرف خفي إلى ثمرات الإيمان وهي من أروع ما يمكن أن ينتجه الإيمان ولا يمكن لغير الإيمان أن ينتجه أقول هذا أيها الإخوة على بداهته وأذكر به للأسف لأننا صرنا الآن نقرأ ما تواتر لمفكرين إسلاميين ودعاة إصلاح إسلاميين بلغ بهم رد الفعل والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى حد يريدون معه أن يقوضوا أركان الإيمان نفسها بدعوى إصلاح الإيمان والتديون هذه كارثة هذه داهية ما لها من واهية فتقرأ لبعضهم أن الإيمان الحق هو الإيمان بالإنسان توفية حقوقه توفير حرماته مراعاة حرياته كل هذا مطلوب لكن هل هذا هو الإيمان الشرعي والإيمان الحق؟ بحيث بحيث من تحقق به فهو المؤمن يقول هذا الكاتب المصلح الإسلامي للأسف الشديد وإن كفر بالله منتهى التخبط منتهى لعب إبليس بهؤلاء الناس هذا التلاعب هذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله بالعكس نحن نرى يا إخواني وأخواتي أنه بغير التحقق بالإيمان بالله لكن بين مزدوجين ليس بالضرورة على طريقة الأحبار والرهبان والشيوخ أنا أضفت الشيوخ طبعاً لأن القرآن لماذا يقول يا أيها الذين آمنوا لماذا؟ كان يمكن أن يرسلها إرسال مسلمة إرسال مقررة فيقول هكذا نقطة إن كثيراً من الأحبار والرهبان لماذا صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا تعليماً وتبصيراً وتحذيراً أيها الإخوة كانه يقول حذاري حذاري من أن تسلكوا مسلكهم وتأخذوا بطريقتهم وتتقيلوها حذاري وبالفعل هذا محصل وهذا ما أكد عليه النبي وحذر منه لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ إلى آخر الحديث قالوا يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى قال فمن؟ طبعاً اليهود والنصارى كما فعلوا ستفعلون كما اعتل إيمانهم وتدينهم طبعاً انتبه ليسوا جميعاً القرآن يقول إن كثيراً لكن هذا لهفت جداً أيضاً إن كثيراً لم يقل إن من الأحبار والرهبان وإن بعضهم قال إن كثيراً في تأشير واضحة جداً على كونها ماذا؟ ظاهرة هذه ظاهرة ظاهرة الاعتلال الديني ظاهرة الاعتلال والمرض الديني يمكن أن تستشري وتتفشى بحيث تغدو أو تعود ظاهرةً والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا ما تعطيه كلمة كثيراً إن كثيراً من الأحبار والأحبار أهل العلم يا أخواني والرفض قرآن قرآن رأى جداً من الأحبار والرهبان والرهبان أهل ماذا؟ أهل عبادة أهل عبادة ما أروع الإمام علي رضوانه الله تعالى عليه حين قال مرة قسم ظهري اثنان قسم ظهري اثنان جاهل متنسك وعالم متهتك هذا حبر وهذا راهب راهب يترهباً عن جهل تدينه بالحري يأتي مغشوشاً تدينه بالحري يأتي مغشوشاً وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ورهبانية ابتدعوها منصوب على ماذا؟ منصوب على الاشتغال كأنه قال وابتدعوا رهبانية ابتدعوها بالحري ليست معطوفة على إيه؟ على وجعلنا في قلوب مستحيل أن الله جعلها في قلوبهم ثم يقول ابتدعوها يتناقض المعنى فهذا هو إعرابها وابتدعوا رهبانية ابتدعوها كما يقول تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل يعني وقدرنا القمر قدرناه منازل مستحيل أن الفعل يتأخر عن ماذا؟ عن مفعوله اللغة العربية لا يتسع صدرها لها هذا على كل حال نعود إلى ما كنا فيه الرسول حذر من هذا والصحابة الكبار خاصة خبراء الفتن وفي رأسهم حذيفة ابن اليمان حذقوا هذا وفهموه جيدا فقد روى عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهما وقال الحاكم على شرطهما ولم يخرجا أن رجلا سأل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين عن هؤلاء الآيات في التحكيم ومن لم يحكم في سورة المائدة بما أنزل الله فأولئك هم الكافيرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون الآيات المعروفة من سورة المائدة فابتدر أحد الناس لأسف بعض الناس يتطفل يا أخي المسؤول عالم جيل وهو صحابي أسكت تعلم فيلسوف يعني يظهر علماته فابتدر يقول هؤلاء في بني إسرائيل في أهل الكتاب فرد حذيفة من فوره نعم الإخوة بنوا إسرائيل لكم قال ما شاء الله عليكم ما شاء الله على الفهم نعم الإخوة بنوا إسرائيل لكم إن كانت كل حلوة لكم وكل مر عليهم كان فارق إفهم القرآن قال القرآن حين يأتي بهذه الآيات ويقول يا أيها الذين آمنوا وثلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يقول هذا تحذيرا لنا وتجنيبا لنا لألا نسلك مسلكهم لكننا قد فعلنا هذه السنة من سنون الله تبارك وتعالى يعطاس ويصعب على أكثر العوام حقيقة على أكثر العوام أن يدركوا مثل هذه الحقائق القرآنية والنبوية الواضحة بذاتها لأن العوام حتى أنفسهم يقررون مع العلماء أن المعصوم هو المعصوم لا عصمة إلي الأنبياء والرسول أليس كذلك؟ طبعا باستثناء أخواننا الشيعة وعصمة الأمة الأثنى عشر ولسنا نوافقهم فيها هذا على كل حال موضوع آخر هذا العصمة للمعصوم حتى بمنطق إخواننا الشيعة أنتم تقولون بعصمة الأثنى عشر طيب ما عدا الأثنى عشر والنبيين والمرسلين لا معصوم وليس كذلك الكل يخرر هذا ما العوام مع العلماء بلا شك لكنهم عمليا عمليا يعني العامة معظم العامة يعتاص عليهم يصعب عليهم جدا أن يتصوروا عالم دين حبرا بلغة القرآن الكريم حبر حبرا عالما عيلما ويكون فاسقا أو منحرفا أو فاسدا أو نهازا أو دجالا أو مخادعا أو مجسوسا أو مأجورا أو مدفوعا أو بلا شخصية حقيقية بحيث يستجيب لما يقترح عليه ولما يملى عليه يعتاص هذا عالي العامة جدا وعلى فكرة فكرت في هذا طويلا ووجدت أن له ما يبرره يعني موقف العامة هنا له ما يبرره لماذا يعتاص عليهم هذا مع أنه لا يعتاص عليهم ولا يصعب عليهم أن يروا طبيبا وهو عليل وعليل بإرادته وبيديه يدخن كثيرا وليس له نرام تغذى وسليم وحر ولا يضر إيه إلا نفسه أنا أخذ بعلمه وأترك إيه عمله ما عادي لا يعتاص عليهم أيها الإخوة أن يجدوا شاعرا يدعو إلى المكرومات وإلى الفضائل ثم هو من أسفل عباد الله ومن أرض يقول لك شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون هذا في كل وادي يهيم إن كان المقام مقام فضيلة تحدث في الفضيلة وإن كان المقام مقام مسابق في الرذيلة كان أرضا للعباد شاعر لا يعطي أما السأسة السأسة هم رقم واحد في وهم العامة أما قبل الخاصة أمثالهم ممن يأخذون الدرجة الأولى النهاية العظمى يعني باللغة المسطيين النهاية العظمى في انفراج الزاوية بين بواطنهم وظواهرهم بين أقوالهم وأفعالهم بين وعودهم عند الانتخابات وبين إنجازاتهم بعد ذلك في فترة التسييد رقم واحد العامة تفهم هذا تماما وهذا هو السياسي السياسي من حيث هو هذا تماما لذلك فيما يروى عن وينستن شيرشيل رئيس الوزراء البريطاني الشهير جدا أنه مر يوم بقبر كتب على شاهدته هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم قال من الذي دفن الاثنين في قبر واحد وطبعا الذين كتبوا هذا يصفون أي رجل واحدا أنه سياسي عظيم ورجل صادق قال لا مستحيل هذول اثنين وبيجتمعوش الرجل الصادق ما يكون السياسي عظيم السياسي العظيم ما يكون شجرا صادقا الناس يفهم هذا يفهم هذا لكن إذا تعلق الأمر برجال الدين بالأحبار بالمشايخ بالقصص يحتاص هذا عن الناس ويكرهون حتى من يوقظهم ويفتح أعينهم على هذه الحقيقة من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الدين أول ومصلحاتهم هم أيضا ثانية لألا يؤبث بالدين لألا يجعل الدين تكيئة وسبيلا وسبوبة باللغة المصرية الدارجة أيضا لإفساد الدين والدنيا لإفساد حياة الناس وآخرتهم باسم الدين باسم المقدس هذه مصيبة الأديان هذه مصيبة الأديان ما هو المفهوم؟ ما هو المعقول؟ ما هو الموضوع في موقف العوام هنا؟ أنا سأشرح لكم هذا بالتفصيل يعني شيء مبسط جدا لو جاء رجل أيها الإخوة أيضا من أسافل الناس من أراضي الناس جاء رجل من أراضي الناس وتاجر باسم ساقطة أمرأة ساقطة تبيع شرفها على مذبح المال والنقود ليس في هذا ما ينكر يعني سافر يتاجر بسافلة عادي لو جاء أمرؤ أيضا رذل سافل وتاجر بسمعة رجل خوان للأمانة الأمانة الخاصة أو الأمانة العامة معروف بالخيانة لا يتسم بالعفة لا يجد الناس كثيرة مما ينكر في هذا الموقف لكن لو عكسنا وجاء رجل من الأراضي وتاجر باسم رجل بلغ مرة أخرى النهاية العظمة بالصدق والعفة والنزاهة والأمانة في الشأن الخاص وفي الشأن العام الناس تخطب جدا جدا يرون أن هذا قاع السفالة وقعر الانحطاط تتاجر أنت باسم وسمعة وحيثية هذا الرجل الذي ضربه الله مثلا حيا يمشي بين الناس لحما ودما للأمانة والعفة والصدق والنزاهة ألا فتبا لك إلى آخر الدهر أليس كذلك الآن قفزعة جديدة كيف بمن يتاجر بسم الله ذات إله كيف بمن يتاجر بكلمات الله بقال الله وقال الرسول يتاجر ليحقق مغانم خسيسة ومرابح يسيرة وأشياء حقيرة له أو لطائفته أو لرئيسه أو لسلطانه أو لأميره الذي يأتمر بأمره كيف ينبغى أن ينظر إلى هذا الرذل الآن العوام هنا أنا أقول لك أكثر صفاء وطهورية والله وأكثر استقامة العوام من هذا الرذل الذي قد يكون قسيسا كبيرا حبرا عظيما شيخا نبيلا في نظر الناس وليس في واقع الأمر وعينه هؤلاء العوام أشرف من هؤلاء مليون درجة بمليون مرحلة لماذا؟ لأن العوام التي اتسعت نفوسهم وأعطانهم للمتاجرة كما قلت لكم بالسافل والنبيل من الناس إلى حد ما لأنهم ينكرون لا يمكن أن يتصوروا أن يبلغ الأمر برجل يمثل الدين ويتكلم باسم الدين ويستفتى في الدين أن يتاجر بأخدس المقدسات المشكلة يا إخواني أيضا أن هناك وهما خطر لي أن أسميه هو يعني مصطلح كذا سككته من لدني أن أسميه ظاهرة أو أمرا خطر لي أن أسميه أو أن أدعوه بوهم العلاقة أو وهم حتى المجاورة ما هو وهم العلاقة الناس ينظرون إلى الرجل فإذا رأوه مثلا ملتزما بعالم كبير حتى السواق هو سواق هذا العالم بودي بيجيبه ربما ربما وقع في وهمهم أن هذا السائق له مزيء خاص كونه ماذا؟ مجاورا معتلقا بهذا العالم الجليل عاد عليه ببركاته وبأنوار كما يقولون اللهم أعد علينا من بركاتهم والعامة تقول من جاور السعيد يسعد ومن صحيح ومن جاور القوم أصبح منهم يعني فيه الأهم من هذا ليس هذا المقصود الأهم من هذا لا الذي يكون نصيبه أعظم وأشبع من هذا الوهم هو هذا السواق نفسه كونه زامل واعتلق بهذا العالم الجيل فترة طويلة هو بصل في يوم الأيام إلى أن يمتلئ بشعور أن له الحق أن يتكلم حتى باسم العالم أو باسم العلم حتى نفسه والدين وهذا يحصل يعني أحيانا مثلا يأتي أحدهم ليستفتي أي عالما والعالم يكون الناس محتشدين حوله وليس هناك فرصة الوصول إليه فربما خال هذا السائق وهيقول له خلص إيك توقع الله جاهز جاهز لا تخاف توقع خذ مني فهو يلعب دور عالم فقط لأنه جاه وراء العالم يحدث هذا يحدث هذا هذا حدث مع ألبرت أنشتاين السواق كان يسوق به وأنيشتاين يحاضر حول العالم خاصة العالم الغربي في النسبية هذا يعني اغتاله وهم أنه يستطيع أن يحاضر أن يكون أشتاين وفعل هذا استاذنا أنيشتاين وقصة معروفة حكيتها لكم قبل هذا هذا الوهم خطير جدا 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 لماذا؟ لأن الناس فضلا عن أصحابه العلاقة يظنون أن من تكلم بسم الله وتلأ آيات الله وخرج أحاديث الرسول المهم يتكلم باسم الدين يعني يتكلم باسم ماذا؟ باسم المقدس باسم المقدس أنه صار بذاته مقدسا يكتسب نوعا من القدسية وهو أيضا يغلب عليه هذا يغلب عليه هذا الظن أنه أصبح ماذا؟ أصبح مقدسا الذي أوحى إلي بهذه الفكرة حدث أيها الإخوة في الظاهر يسير يعني ربما لم يمتد أكثر من خمس دقائق حوار بيني وبين شيخ معمم شيخ فاضل من أهل العلم ومن أهل التصوف هذا الذي هزني هذا الذي صدمني هذا الذي شلني لدقائق أيها الإخوة ثم طال بي الأمر حتى فككت هذه الحالة يعني أنا أفهم أن مسلما أو إسلاميا أصوليا مؤدلجا ومؤدلجا أنه يستهين بالدماء معروف مثل كل أصحاب أفكار الثورية يستهنون بالدماء يستهنون بالحياة ما في توقير حقيقي الحياة تماما كساسة وطبعا الأدلوجة هذه والأدلجة هي طريق ماذا؟ طريق العبث السياسي هو هذا أفهم هذا حتى وإن كان إسلاميا أو غير إسلامي أفهم هذا تماما لكن الذي لم أفهمه أول أمر بادئ الرأي أن يفوه بمثل هذا شيخ ذاكر بمصبح صوفي وعنده طريقة هذا الرجل زاهد في الدنيا مترفع عن مغانمها مترفع عن الشهرة عن السلطة عن السطوة عن المنفعة عن الحيثيات أبدا رجل رباني هذا التصوف وإلا أنت دجال كبير أيضا وأنا لا أشعر أنه دجال أبدا الرجل لكن الرجل يستهين جدا بالدماء بالدماء ذاك العبارة لن أذكرها هنا يعني لماذا يمكن شيء هزدني رجل يستهين بمئات الألوف عادم خلهم يقتلون في سبيل الهدف ما هذا فكر طويلا أيها الإخوة وجدت أن هذا الإسلامي الأصولي المؤدلج يلتقي بهذا الصوفي المتحنف الذاكر يعني المؤدلج الثائر التقى بالصوفي الذاكر الثائر التقى بالذاكر كيف وين بئس الملتقى وبئس اللقية التقى على الاستهانة بالدماء والحياة في سبيل أغراض وأهداف سياسية وغير سياسية وهذه لعنة الأدلوجة هذه لعنة الأدلجة في سبيل أفكار وأشياء سياسية يستهان بشعوب كاملة أين ذهبت سوريا الآن؟ ما الذي بقي من سوريا؟ ما الذي بقي من سوريا؟ لا يحق لأحد أن يعلن النصر في سوريا نصر على ماذا؟ على ماذا؟ على أكوام حجارة سوريا على أنهار من دماء السوريين المساكين المظلومين المطحونين أي عن أي نصر تتحدثون ما هذه؟ حالة عبث نعيشها نصر ماذا؟ لا كنتم ولا كان هذا النصر طبعا لا يحق لأي طرف أن يعلن النصر أنا أقول لأي طرف لا لهؤلاء ولا هؤلاء أصلا أن كل شيء انتهى كل شيء دمر ثم يعنون النصر وينتشون بالنصر ما شاء الله تبارك الله هذا هو التفكير على الأدلوج الذي يبرره ليس مؤدلجا أيها الإخوة ثائرا بل أيضا صوفي ذاكر هزني شلني أتعبني ففكرت طويلا ومليا كيف انتقي ولماذا؟ ما الجامع المشترك بينهما؟ ما الجامع المشترك بينهما؟ وإذا بالجامع المشترك يلوح لي تعرفوا ما هو؟ وهم الأحقية بالله هذا إسلامي وهذا صوفي أيضا رجل الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هذا من أولياء الله؟ إن الله رجالا هذا المؤدلج يظن أنه أحق بالله صحيح؟ على فكرة لا يصعب ولا يبعد أن تقع عينك وأن ترتطم أذنك بمعات التصريحات والكلمات والتقريرات التي تؤكد من حزب مؤدلج أيها الإخوة أننا خير من يمثل الإسلام وتعادل مباشرة أننا خير من يتكلم باسم السماء باسم الله نحن الأحق بالله دعنا نقولها بصراحة هكذا نحن الأحق بالله سؤل أحد كبار العلماء من هؤلاء المؤدلجين الأصريين هل الذين ليسوا في حزبكم؟ هل هم من المسلمين؟ كيف تنظر إليهم؟ وكانت جلسة خاصة وحميمة فقط بين أبناء الحزب فنظر هكذا يعني ليس بيننا غريب ليس بيننا غريب كلنا حزبيون كلنا في الحزب سواء واحد قال في الحقيقة بلا شك هم مسلمون ولكن هناك شك في إيمانهم قال لم تكن في حزبهم منظما تنظيما رسميا أنت مطعون مغموز قناة الإيمان مسلم يعني هو أنعم عليك بلقب إسلام على فكرة الذي ينظر إليك وإلي وإليها بهذه الطريقة هل يتحرج طويلا وكثيرا عن دمك حين يحصل إختصام وإصطدام أبدا من هنا التساهل فوجدت الذي يجمع هذا المؤدلج الثائر بهذا الصوفي الذاكر هو ماذا؟ وهم الأحقية بالله ليه؟ على أي أساس؟ لو عيرناك قرآنيا ما فيه لا على أساس على أساس أيها الإخوة كما قلت لكم أنه فقط يتكلم كثيرا باسم السماء هذا عامل حاله أنه مشروع حياته وأنه الهدف أنه هو الإسلام وإقامة الإسلام ودولة الإسلام ودين الإسلام وشرع الإسلام كلام استهلاك كلامي على أنك لو فحصته لو فحصته وعيرته بأخلاق الإسلام التي تعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان طبعا صدق الأخلاق مباشرة يعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان في النفس كذب الأخلاق هشاشة الأخلاق هل يمكن أن تؤمن بأن إيمان الذي يخون الأمانة ويتغولها إيمان عميق مستحيل تقول لي مستحيل أي إيمان هذا إيمان على السطح إيمان طافي وعمق واحد ملي متر فقط صحيح؟ عيّر هؤلاء بأخلاق الإسلام ترى العجب طبعا لا تحدث على الكل تبه لا نعمم التعميم خطيئة أنا أتحدث على الكل قطعا مطعا يعني في كل ضائفة وفي كل كذا هناك الصالحون وهناك الصادقون وهناك المنونيون المضيئون بلا شك لكن نتحدث عن ظاهرة كما تحدث الله إن كثيرا من الأحبار والرغبان على أن منهم من كان صالحا من كان ثقيا من كان خاشيا لله تبارك وتعالى إذن هو وهم الأحقية بالله فقط لماذا؟ لأنه يتكلم كثيرا ويظهر كثيرا أمام الآخرين متكلما باسم السماء باسم الله باسم المقدس فالناس توهموا فيه القداسة وهو أيضا أكثر منهم صدق هذا الوهم صدق هذا الوهم بعض الناس تتحدث عن الدين أيها الإخوة وكأنه ملكية خاصة لهم ما رأيكم؟ ملكية خاصة لهم من حقهم أن يدخلوا فيها من شاء وأن يطردوا من ملكيتهم من شاء وليس كذلك؟ هذه مصيبة عظيمة هذه مصيبة عظيمة سأختم بذكر معنى آخر له علاقة بهذه المعاني وهو كل من بدأ في التدين وأمعن فيه دون أن يسأل نفسه منذ البداية في الخطوة الأولى ماذا سيفعل بي الدين؟ ماذا سيقدم لي الدين؟ من أي زاوية سأنظر إلى الدين؟ ما هي زاوية احتياجي إلى الدين؟ ما هي لياقة وقدرة الدين على تلبية هذه الإحتياجات لديه؟ بمعنى أنه يقارب الدين منذ البداية مقاربة ماذا؟ غائية هدفية وليس وسلية انتبهوا الخلط على فكرة بين غايات الدين ووسائله ضارب حتى في عقول كبار الأمة والمجتهدين ما رأيكم؟ من رأيي المتواضع الصغير وقد أكون مخطئاً أو غالطاً مسألة الجهاد وذكرت هذا بس مفصلة في خطب أخرى مسألة الجهاد برمتها مفتاح الفهم فيها كلمة السر هي هل تفهم الجهاد غائياً؟ فتكون تورط في ورطة كبرى وبطلع منك قاعد وداعش وتفجير وتقتيل عادي عادي جداً أم أنك فهمت الجهاد كما فهمه بعض الأئمة فهماً لم يأخذ حظه من التظهير لم نقم إبعمرية التظهير لهذا الفهم أن الجهاد ماذا؟ الجهاد مجرد وسيلة الجهاد مجرد وسيلة ما أجمل أن تقرأ الإمام جليلك القرطبي إمام متقدم جداً زواء ثمانمائة سنة يقول لك الجهاد بابه باب الوسائل لا باب المقاصد فإن أمكن إذن الآن أخرج فإن أمكن هداية العباد وأقرار الحريات الدينية والملية بغير جهاد فقد كفى الله المؤمنين القتال وهو خير ونعمة الآن في عصرنا هذا في عالم السماوات المفتوحة نحن الآن أين أخطب أنا لا أخطب في مكة أو المدينة أو القدس أو القيروان أخطب في فيينا المدينة الأولى للسنة الثامنة ربما أو السابعة في العالم في فيينا وأخطب من ثلاثين سنة تقريباً وذلك أخطب في برلين وذلك في لندن وهذا في باريس وهذا في نيويور ليس كذلك؟ مساجد ومراكز حريات موفورة دينياً تامة وبشكل وأنا قلت قبل هذا ولا أتبجح بهذا أتبجح بماذا؟ لكن هذا الحقيقة أن تخطب ثلاثين سنة ثم لا تستدعى للتحقيق معك فيما قلت وقد قلنا الكثير عن الشرق وعن الغرب وفي الحرب والسلم وقلنا كل ما نريد بكامل حرية ولا تستدعى إلا مرتين فقط بكياد بعض الكائدين بعض الكائدين وبعض المحنقين المغيظين هذا شيء غير طبيعي أما في العالم العربي والله خطبة واحدة أقسم بالله قد تنهي حياتك قد تنهي مشتقبلك قصباً بالله خطبة كلمات تقولها قد تودع في غيابات السجن ثم لا تعود إلى إلى العالم لترى الشمس تغيب وراء الشمس أريد كذلك؟ في عواصم الإسلام عواصم الدين هناك بالمعنى الذي يفهمون به الدين للأسف الشديد على كل حال نعود أيها الإخوة لنقول لابد منذ البداية أن تسأل نفسك سؤالاً غائياً بمعنى آخر لنبسط بطريقة يعني تصويرية أو مجازية ماذا يمكن أن يفعل بك ولك الدين هذا أستطيع أن أعرفه من خلال ماذا تفعل أنت بالدين طبعاً ماذا تفعل أنت الآن بالدين أنا أستطيع أن أعرف ما الذي فعله لك وبك الدين أنظر إليك أرى أنك تشيع المحبة تشيع السلام تشيع أفكار التسامل واللا حصرية واللا انحصارية وأفكار الإجتهاد وأفكار الإصلاح توقّر الحياة توقّر الأحياء ترعى الحرمات والحدود تدافع عن الحقوق بلا خير أو شرط أليس كذلك؟ آه يبعثك ويلهموك قيم مثل الإتساع والكرم والعدل والمساواة وكرامة الإنسان وتقدير العلم ومحبة العلم للإضافة للحياة والأحياة والمشوار البشري فأعلم أن الدين كل ما فعله بك أنه خلقك خلقا جديدا أعادك إنسانا لا أقول سويا بل إنسانا نبيا عظيما معطاءا تضيف إلى الحياة والحضارة والمسيح الإنسانية إضافات إيجابية باستمرار يا حي أهلا أنظر إلى الآخر أرى أن كل ما يبثه أفكار الإنحصارية والحصرية والإنغلاقية والتكفير والبغضة والشنآن والسباب والشتائم وهاتك أعراض الناس والتشكيك في ذمهم ذمامهم وأماناتهم والكذب عليهم والافتراء عليهم ثم يتعدى الأمر إلى التكفير واستباحة الدماء والتفجير انتبهوا لا نتحدث عن التفجير لا نتحدث حتى عن تفجير مقصودين بالتفجير إنه تفجير عام يأخذ الأخضر واليابس يأتي فيما وعلى فكرة تفجير إرهابي بكل معنى الكلمة يأتي لكي يقتل أكبر عدد من الأبرياء من الشيوخ والنساء والكبار والصغار ما لهم مش علاقة فقط لكي يضغط سياسيا لكي ينجز ويحقق أهداف سياسية على طريق الأيدولوجية الملعونة ماذا ماذا وباسم الدين تفعل هذا؟ قالك باسم الدين باسم الدين يفعلون هذا هذه الكارثة إرهاب حقيقي متقنع بالدين يا إخواني إلى آخر ثم لا توقّر أنت لا الحياة ولا الأحياء ولا توقّر العلم وعلى ذكر العلم قبل يومين أجلس مع جماعة من أحبابي فسئلت عن الدكتورة النابغة العبقرية السعودية غادة المطيري فتحدث يمكن طبعا أن تعودوا إلى النت وأن تكتبوا غادة المطيري لكي تعرفوا من هي غادة المطيري إحدى عبقريات الدنيا اليوم طبعا الوعد الذي يعني ينتظره العالم أن الطب بعد غادة المطيري ربما يكون غيره تماما قبل غادة المطيري بروفوسورة في الثلاثين من عمرها ذهبنا إلى اليوتيوبات يوتيوب ثلاثة المطيري ومن سنة كاملة واحد ألفين واحد كذا وتسع تعليقات بعض التعليقات تبا لعلمها والاكتشافاتها واختراعاتها أين نقابها أين حجابها طبعا عارفين ليه؟ لأنه فيه شيوخ من جنس بعض الناس لا أدري ماذا أصفهم خليهم كما هم هؤلاء الشيوخ يقول لك الذي يرسل ابنته لتدرس في الخارج بغير محرم ديوث هم أصلا كانوا ضد الإبتعاث عموما حتى للذكور طبعا هاي أرسلنا غادة المطيري بسمعها زوجها الحمد لله وأفادت العالم والله أن أقول لو أنك يا غادة المطيري الله يحفظه كثير أمثالها في الأمة الإسلامية والله لو أنك مش مسلمة ومش عربية لسمع بك العالم كله لي نهار الكشف العملتي ستنتهي الجراحة من التاريخ لن يفتح الإنسان بعد اليوم بفضل غادة المطيري اذهب عشان تعرفوا ما عنه لكن شوف أنت الاهتمام العربي اهتمام الشباب والشبابات بغادة المطيري سنة كاملة ثلاث تلاف واحد شايفين وتسع تعليقات لكن تعال عاد اتكلم عن السبي واسترقاق الأزيديات وقتل المخالفين وتفجيرهم والولاء والبراء عابت لقي لك ثلاث تلاف تعليق وسبعمائة وخمسين ألف مشاهدة في ظرف عشرة أيام ما شاء الله ما شاء الله نفهم الدين بطريقة رائعة جدا 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 كفيلة أن تدمر كل شيء لأنها دمرت عقل الإنسان وضميره قبل أن تدمر أوطانه وبلاده يا إخواني اسأل سؤال غاية في الأول لكي تعلم للأسف هذا ربما السؤال نجعله موضوع الخطبة المقبلة فعلا ما هو السؤال الغائي ما هي غاية الدين ما هو جوهر الدين لكي نعرف ما الذي يمكن أن يفعله لنا وبنا الدين ومن ثم ما الذي يمكن أن نفعله للدين وبالدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريمي في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرت ولا همًا إلا فرجت ولا كربًا إلا نفست ولا مريضًا إلا شفيت ولا ميتًا إلا رحمت ولا غائبًا إلا رددت ولا سجينا إلا أطلقت برحمتك يا أرحم الراحمين ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه وحزنه برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخيم الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولل الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر ترجمة نانسي قنقر